السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نتحدث عن حاجة اسمها ويفز يعني ما هو ويفز؟ هذه الويفز هي نوع من أنواع الموشن والموشن عموما تبقى نوعين ما هم النوعين؟ نوع اللي هو اسمه لينير موشن وهو ليس لازم يبقى لينير يعني أنا قلت لينير بس عشان نبقى فاهمينه إنما هو في الحقيقة ترانزليشنال موشن إننا الجسم ح اسمه من مكان يروح لمكان مادم تنقل من المكان الموتى بل待ってعني فيمقى ترانزليشنال مشن pero دعنا نعبر عنها باللينير موشن ما فإن الجسم تحرك في يكم destructive action وهو إذا فقط الينير موشن دي كدة ترانزليشنال مشن المهم من الينير موشن أو الترانزليشنال مشن إن الجسم يتنقل من مكان لمكان أوراً يوجد مقطع هذا اسمه Periodic Motion هو periodic Motion وقد هو إن الجسم يكرر الحركة REALLY بيعملها в كل period of time بس ما بيتنقلش من مكان لمكان زي مثلا الروتيشن لو عندي جسم عمال بيلف يبقى دي كده الperiodic motion هل هو تنقل من حتة لحتة لأهو عمال بيلف اوكي بيرجع تاني النفس النقطة بعد كل شوية طيب او مثلا vibration او oscillation الoscillatory motion برضو هو ان الجسم بيفضل مثلا يعمل vibrate فهو كده برضو ما بيتنقلش من مكان لمكان انما هو بيريبيد its motion each period of time يعني هو بيكرر العملية اللي هو بيعملها كل period of time طيب الوايفز بقى هي مين يعني هي مين في دول هي linear motion او predict motion احنا اتفقنا linear motion يعني بتنقل من مكان لمكان oscillation او rotation يبقى انا بلف او بعمل حاجة بكررها كل period of time وبافضل في مكان actually الوايفز هي تعتبر combination ما بين اللي اتنين يعني اللي اتنين مع بعض يعتبر waves يعني لو الموشن بتعمل الحاجتين مع بعض ازاي يا مستر تخيلوا معايا كده ان انا قلت ان الالم ده كده هيتحرك linear motion يبقى هو هيتحرك من هنا الهنا هو ده linear motion يبقى تنقل من نقطة النقطة الوايفز هي تعتبر الوايفز هي تعتبر ايه؟ الوايفز هي تعتبر يبقى هي تعتبر oscillation بس بتبروباجيات يعني بتتنقل من نقطة للتانية يبقى الوايفز هي تعتبر ايه؟ الوايفز هي تعتبر Disturb يفضل يفضل فهو تعتبر فهو تعتبر بس بتعمل يعني بتتنقل من نقطة للتانية عملة كده زي المية لو انا عندي مية كتير مية لازق في بعض وجيت انا روح ترامي طوبة في النص الطوبة دي لما تقع تعمل هتروح عملة للموتر اللي موجودين في موجودين في الحتة اللي وقعت فيها فدي تتخبط تنزل تحت بعدين تطلع فوق تفضل تفضل زي الجيتار زي ما اتفقنا بس كل الفكرة ان هي باللي جنبها واللي جنبها فلما تطلع وتنزل تبدأ ان هي تشد اللي جنبيها معاها وتشد اللي جنبيها معاها فابدأ الاقي ان الموليكولز بتاعت الوتر بدأت تتنقل من واحدة للتانية من واحدة للتانية بس هم في الحقيقة كل واحدة تعتبر في مكانها يبقى مين اللي بيعمل مش البارتك النفسه مش البارتك النفسه مش الموليكول بتاع الوتر ده ولا هتحرك كده لا ده الفيبريشن او الانرجي هي اللي بتنقلها من واحدة للتانية من واحدة للتانية انسوقن زي الساوند ويف كده انا لو انا بتكلم او انا عندي سماعة او انا عندي سورس للساوند عموما فهو بيبدأ يعمل يأتي all- vibrate للموليكولز بتاعت الوتر اللي هنة قدام وورا يفضل لزق ال sleepingbird الباكدي الموليكولز بتاعت الوتر قدام وورا فالموليكولز ده تبدأ تزق اللي بعديها وديه زق اللي بعديها وديه زق اللي بعديها لحدة ما واحدة يبقى واقف هنا دي كده بيعتبار ان هي ودنة يا جماعة فكده الموليكولزي هتغبط في الطابلة بتاعت ودنة ازاها فيبدأ ان هو يسمع ايه اللي بيتقال هنا تمام؟ يبقى معنا كده الساوند ده برضو يعتبر ويف يبقى ايه هي الواف؟ هي وفي نفس الوقت بتتنين من مكان لمكان انما مثلا انا عندي بندلوم فالبندلوم ده اه بيعمل بس هو بيعمل بس هو بيعمل في مكانه هل بين البقى الوسيليشنز دي الحد تاني لا مدام ما بيقنلهاش لحتة تانية يبقى دي كده مش ويف الوسيليشن دي بتتنقل من حتة لحتة من حتة لحتة يبقى داك كده تعتبر ويف زي الواف اللي هي بتشوفوها في الستاد بتتلاقي واحد بيقوم ويقعد هو بس هو قاعد في مكانه بيقوم ويقعد اللي بعديه قوم ويقعد اللي بعديه قوم ويقعد وكذا فتلاقي ان المدرك كله عامل شكل ويفي او شكل ويف نوع اسمه Mechanical Weave و نوع اسمه Electromagnetic Weave Mechanical Weave و Disturbtion اللي بيحصل ده بقى Particles زي ما اتفقنا مثلا البورتكلز بتاعت الووتر فنلاقي ان هما Particles عمالة تطلع لفوق و لتحت تنقل الموشن اللي جنبيها تنقل الموشن اللي جنبيها تنقل الموشن اللي جنبيها انسون فدي اسمها Mechanical عارفين Mechanical زي مثلا اي ماشين في الدنيا عربية مثلا العربية ليه تعتبر ماشين؟ لان هي الموشن اللي جواها بتتنقل من جزء للتاني زي مثلا انا المطور بيحرك باستن الباستن دهوت لما بيتحرك بيبدأ انه هو يزوق مش عارف في عمود العمود دهوت لما يلف يروح زائق العجلة العجلة لما تلف على الارض تروح زائق العربية و هكذا يبقى الموشن بتتنقل من ترسل التاني بتتنقل من جير تواناثر بتتنقل من Part تواناثر ما دام الموشن بتتنقل من جزء للتانية باستنقل اسمه Mechanical System يبقى Mechanical Wave عشان خاطر فيه Particles بتنقل دهوت من واحدة للتانية فعشان كده تسمى Magnetic Waves انما الالكترو سوري تسمت Mechanical Wave انما الالكترو فالموضوع عامل ازاي؟ الموضوع مش Particles بتنقل الحركة لبعضها لا الموضوع ان هو فيه تشارج مثلا والتشارج ده بتبقى مطلقة حاجة اسمها Electric Field ده كده اسمه Electric Field باعتبار ان هو في كل الارض بس انا عايز بس الارض الالكترو كل اللي بيحصل لو انا مسكت الشارج نفسها عادت عامل لها فيبريت فوق وتحت فهلاحز ان الفيلد لاين ده الطويل ده بدأ هو كمان يحصل له فيبريتشن بدأ الفيلد لاين ده يطلع وينزل زي مثلا لو انا ماسك حبل وانا روحت اعمله فيبريت يبدأ ايه اللي يحصل؟ مش البارتكس ديب بتنقل الحركة من حتة للتانية زي ما حصل هنا في الوتر مثلا اهو ده كينه حبل انا بعمل فيبريت كده فهو تبدأ تنقل اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها dynamics شخص هلوي لو احنا عندنا if we have a magnet المجند بيطلع برضو ماجنيتك فيلد حواليك حواليه لو انا عملت الماجينت فيبريت فبعمل لي magnetic wave طب حلو جدا لماذا pareت تسمانة الی lerdeur一樣 وفيه الاحدة الالكتيرك ماجنيتك فيلد الوحده او ماجنيتك فيلدو ده في الحقيقة الكلام ده مبينحصل دايماً بيبقى الاتنين لازقين في بعض لو لقيت الألكترق ويف تلاقي دايماً ظهر معها كده فوق البيع حاجة بتحصل في نومنا في الطبيعة مجرد ما يحصل تلاقي حصل ماجنيتك ويف بتتسمى بي او بتتسمى ام والالكترق فيلد بتسمى ايه يبقت دايماً دايماً لقيت ماجنيتك ويف او ماجنيتك فيلد بايبريت او بيقسليت لازم تلاقي معاك الكترق فيلد ما يظهرش لوحدة قبلنا طيب لقيت مجموكي بيأوثيلات يجب أن يطلع معي مجموكي بيأوثيلات أو بيفيدريت أو بيبراجيت كلهم سيبعض طيب حلو جداً يبقى دول الإتنين دول الإلكتره و المجموكي بيقدره مع بعض أبداً يبقى معنى كده سميت إلكتروماجنتيك على بعض فديس يسمى إلكتروماجنتيك ويف دائما بمجرد الإلكترق الإلكترقان مع الإلكترقات أي الإلكترقات دائما تجد الإلكترقات مباشرة عليه والتي تلك الإلكترقات مباشرة على الإلكترقات يذهب المرأة ونصر بسبب خلال إلكترقات موافعات إذا كان قد نضع شخص الانتنة الجيد من الانتنة وهو الاساوي التلفزيون او كده فالتشورج بتفايبريت يروح مطلع الالكتروميجنيتك ويف ابدأ انا استقبلها واشوف السيجنال ديت فيها ايه ممكن تكون مسلا لمبة اللمبة ديت برضو نفس الكلام بيكون فيها حاجات بطريقة ما بتفايبريت بالطريقة ديت فبتطلع الالكتروميجنيتك ويف فده الالكتروميجنيتك دلوقتي هل هنا انا محتاج ميديم عشان اعمل هنا في الميكانيكل انا محتاج ميديم لان انا محتاج الى الى تنقل الحركة الابوت انما هنا انها من هنا حاجات الى تانيلاح عن طريق الايhydrat hiçbirم ningسا الام والمronicىلف hywo نفسهم فهم مش محتاجين نفسها الى ان تلقى بات السيجنال الالكتروميجنيتك هو في الآخفة انما للام Personally لا اختبع مت skating in free space حلو جدا عشان كده مثلا الداعب هل ينفع تسمع في الوضع؟ لا لازم دائما لما اتنين يكونوا بيكلموا بعض في الوضع يكونوا مشغلين لسلك وحاجات زي كده لان الصوت نفسه مش هيتنقل في الوضع لان ما فيش اللي هتنقل انما هنا في الارض بيبقى فيه الساوند اللي هو بيتنقل عادي عشان خاطر فيه اير انا لما بتكلم باهز المونيكولز بتاعة الاير فبتفضل دائرة تهز اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها لحد ما الصوت يوصل لكم انما اللايت اللي هو يعتبر الالكتر ميجنيتك ويف مالوش دعوة هو ممكن يمشي في الاسبايس ممكن يمشي في الووتر ممكن يمشي جوه الاير ممكن يمشي في اي حتة عادي تمام الا لو فيه حاجة عملية لابزورب او بلوك اللي هي الاكسام المعتمى زي ما احنا عارفين طيب حلو جدا هنا هكرر على حتة تاني قلتها ان الالككتر والمجن ان الامر بلوكيشن التلاتة الى وبعض سميتها üç إنها ث تيدي زيز الاصف دهزة ده يعني التلاتة عاملين الشكل دار التلاتة عاملين الشكل دا كده اللي القدد يباية وتحت الاتي قد يباية أفضل اتنجاه بقيمه ومن ت H ever 无Kings انه بيحصل كده طيب احنا هنتكلم بالتفصيل اكتر عن الميكانيكا الويف